هذه التعزيزات الكبيرة في طريقها إلى الحديدة بعد تصاعد القتال فيها واقترابه من المركز الاشتباكات المسلحة وصلت خلال الأيام الماضية إلى طريق الحديدة صنعاء الرئيسي وأغلقت الطريق الشرقي للمدينة أما المناطق الساخنة جراء استمرار المعارك ففي شرق منطقة كيلو 16 ومحيط المطار والمناطق الساحلية إلى الغرب نحو البحر الأحمر وبينما يعاني النازحون من وضع إنساني صعب كلفهم التشرد من منازلهم إلى مناطق في المحافظة ذاتها لم يصلها القتال بعد أو محافظات أخرى أكثر أمانا والبحث عن سكن بديل كما هو حال أكثر من 76 ألف أسرى كما جاء في تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن بالتعاون مع الشركاء في الجانب الإنساني تستمر المعارك العنيفة فقوات الجيش الوطني تنفذ عمليات عسكرية واسعة للسيطرة الكاملة على الحديدة ومينائها الاستراتيجي على البحر الأحمر ومسلحي مريشي الحثي يحفرون الخنادق في المدينة ويستخدمون المواطنين كدروع بشرية ويستخدمون التعزيزات أيضا للاستمرار في القتال الأمم المتحدة وفي تقريرها أيضا أشارت إلى أن ميناء الحديدة ما يزال مفتوحا مع ميناء الصليف في المحافظة لضرورة توريد الغذاء والمساعدات الإنسانية الأخرى إلى العاصمة صنعاء والمناطق الأخرى شمال اليمن اشتركوا في القناة